السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة اطلاع ذا معي نحضر واحد الكراتان بدون جبن احمر و بدون مراحل يعني كثيرة كدين اغغزالة بزافة الكراتان كنتمنى انكم تشربوه و اتنان اعجابكم وتوجدو العشاء خفيف ضغية كيوجد في اقل مدة الاخ نحتاجو هنا اي واحد الشيف لورا او القرنابط كتنحتاجو كيلو جرام ديالها اي كيلو عادية و كنديرو نص حمضة اي كنحطوها من الفوق ممكن تعصرها كي مادرتانا و كنرشو شوي ديال الملح وبطبع ايض الحل غادي نديروها تفور ما غاديش نديرها انا تسلق لانو كتبقى مني تسلق كتهز واحد الكيمياد المبزة فللهما اننا نديروها معا نفورها احسن يستحسن اننا نفوروها باش كدجينا سهلا سفي انحطو نحطو نحطو حد صلصة البشار مي بطريقة مختلفة على اللي كنديرو شي شوية الاخ نحتاجو حدوجو مع القضيال الزبدة يكونو كبار كيما لاحطونا كدرتها في معلقة كبيرة كيما دابتليا غادي نديرو حدوجو مع القضيال الدقيق وغادي نحركوها بالفوي حالة الشكل هذا حتى كدوب لنا عاو تانيتك الزبدة والدقيق وغادي نضيف نصف لتر ديل الحليب غادي نضيف هاد المكونات هادو هما اللي ولي ندابوا جربوا جربوا هاد طريقة اللي بيش عميل صراحك كدجينا غزالة من اللي بيدون جوبنا احمر وغادي نحرك هاكا جيدا حتى كنساج ملي ادك العناصر كلها وادك الساعات عاد باش كنضيف الاضافات الاخرين من بعد كنضيفو ادك الحليب كيما قلنا وغادي نضيف واحد رشيشة ديال الكوذة بطبيعة الحال هي اللي كسعتنا هادا كلبنا في البيش عميل ديالنا هي شي شوية ممكن نحكوه شي بزاف من بعد غادي نضيف شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وطبيعة الحال هاد المكونات هادا غادي نضيفو نصف معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي كيما لاحظو وغادي نحرق الكل كنحرق جيدا هاد العناصر كلها حتى كنحسو بها انها بدت كتماسك وبدت كزعقات كنضيفو لها جوج قطاع ديال فروماج فروماج يعني هادا العادي يعني متلت ماشي بضرر انه يكون شي حاجة شي ماركة مزيانة ولا هادا عادي هادا اللي كننضيرو نشريو احنا بدرهم هادا كنضيرو جوج وولي عاد اني كيعطينا لدال هاد لباشا مال ديالنا نضيرو اللولا نضيفو الثانية نضيفو الثانية وفاقت ما كان يمش موجود في الضر ماشي مشكل ما تديروش يعني مشي بضرر انه لا ما ادارو الرخص نديروه لا غري هو كعتنو حد لو قوزوين لباشا مال ديالنا سوف يكن حركها مزيان مع تحرك المصاور حتى كتعقد لي لباشا مال ديالنا هانتو ما تلاحظو معايا يعني مباريتش ان كيفا كتجينا عاقدة بزر هاتجينا شوية كتتسيل هانتو ما تلاحظو معايا كيفاش هاتكون هاي بدت كتجي معايا هنايا للاحظو ما كتحرق ليكم يعني حتى حاجة ما كترا فيها كتكون زوينة زوينة بزر هانتو ما غتشوفو كنتمنى انكم تجربوها وطرقكم وتعجوكم بزر وتعتمدو ديالكم فلق غطان ديالكم وهو الاشا ديالكم واجد وضغيها في ساعة يوجد صافي من بعد هنا يا ما تبخرت ليا دكا الشي فلور غادي نوضعو في هاتشي مول يكون ديال الزج او مول عادي اي مول اللي عندكم في الدرن مشي بضروريكم بحال هادا وكنستفوها كم زيان كي ما قلت لكم صافي من بعد غادي نستفع على هاتشكل هادا وغادي نضيف دكاله بشاميل ديالنا على هاد القرنبيت او الشي فلور كي ما عانقولولو حنايا وغادي نديروها انتو ما كي ما لاحتوه وغادي كي دينا غزالة غزالة بزاف وبالنسبة لطياب ديالها غادي ندخلوها الفرن شوية يكون سخون تكا تماسك لنا شي شوية عادي كنهبطوها لتحت يعني يتحمر الوجه ديالها كي يتحمر تماما بحال لان رش الف خماج وما في الف خماج لوالو واكيد البنة صراحة عجبتهم فدار وكلوها وحمقوا عليها صراحة كتجيب نينا تحمق الوليدة الصغار كتر من الكبار وجربوها وغا تنال اعجابكم وهذا هو الفيديو ديالي وما ديالعشيوة خفيفة كنتمنى الفيديوين اللي اعجابكم وبستحور رحو ولعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وليكمونتار ولي ما اشتركت تشارك معايا وتفعل جرس الاحمر باش توصل بالجديد الفيديو هاد ان شاء الله جاي وفرجة ممتعة وهذا هو القغطان دياليوما سهل وبنين وبسرعة كيتحضر وغا تجربوها وغا ترحموني الى فعلا كي يستحق مليون تجربة وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء